أجواء إيجابية التقى الوفدان المفاوضان لاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني بمدينة السليمانية بحث مرحلة ما بعد إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان مؤكدين على ضرورة أن تكون الآليات والاستعدادات للعمل المشترك بشكل يصب في مصلحة شحب كردستان حوارات إيجابية وأي تفاوض وحوار باتجاه تشكيل الحكومة هو أمر إيجابي خصوصا في ظل وجود أرضية مناسبة لبدء الحوارات وقناعة الطرفين لا بد من حوار والتفاهم لحل حالة أغلب المسائل العالقة بين الطرفين والإتيان بحكومة تكون خادمة للشعب ونتوقع أن تكون لها نتائج إيجابية سوف تظهر بالمستقبل القريب باتجاه أن تكون هذه الحكومة حكومة شراكة حقيقية تمثل تطلعات المواطنين في إقليم كردستان اجتماعات قادها الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري ومن الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة قوابات طلباني فتحت الباب أمام الحزبين المضي لمواصلة اللقاءات بينهما وبين الأطراف والأحزاب الكردية الأخرى من أجل تشكيل الحكومة بشكل يرضي جميع الأطراف بالطبع إنها طبيعة والروح الديمقراطية أن الأحزاب الفائزة في الانتخابات مخيرون بين أن يدخلوا الحكومة أم يكونوا يمثلون في البرلمان حيث إذا لم يدخلوا للحكومة لهم ثقلهم في البرلمان ودورهم في مراقبة الحكومة ومراقبة المسار الحكم في إقليم كردستان ولذلك سواء دخلوا في الحكومة أم لم يدخلوا فسيكون لديهم ثقلهم ودورهم في هذه المسار القانوني والدستوري اجتماع وضع الأسس الممهدة لانعقاد الجلسة الأولى لبرلمان كردستان بدورته السادسة المقرر من انعقادها في اليوم الثاني مشار كانون الأول المقبل حيث تفق المجتمعين على أهمية التفاهم الجيد لتسيير أعمال الجلسة الأولى خطوة وضعت حجر أساس تشكيل الحكومة القادمة انطلقت فعليا بلقاء الحزبين الحاكمين على أمل أن تذلل الخلافات بينهما بعد انعقاد أولى جلسات برلمان إقليم كردستان العراق من السليمانية مخلد محمد قناة دجد الفضائية